يا أخي صحيح منهم قلتواهم انا احسن العيب كرة في مصر بقتها في الدوري السنة دي فانت ما تقولش حاجة انت قلت كده قلت لمية قلت لمحمد عبدالتواب تعالى تعالى قلت لمحمد عبدالتواب مين محمد عبدالتواب محمد عبدالتواب كان في جريدة زمان ده حبيبي أنا ما قلت العيب صحفي طبعا ده عشرة عمر طبعا ده حاجة شخصية مقترمة جدا جلال أحمد كانوا شغالين في مجلة زمان اسمها ميدان الرياضة اه طبعا اسم كبير اه طبعا ماشي سلام عملوا معي حديث كده جول جوم البيت عندي بان اعمل معك حديث يا كابتن وسام ماشي جوم عندي البيت فانا قاعدت عشتي في الدور كده مويب قلتوا يوم احصل لعيب كورا في مصر فهم بسولي كده اللي هو ايه القليط او منشتة هناخد المنشتة كده هناخد المنشتة كده طولي بقولك انا احصل لعيب كورا في مصر انا معرفش هي تلعت مني ازاي بس انت مش كده خالص 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 كنتشارب ايه ولا ولا حاجة بنا مش عارف فتران كويس ايه شارب نسكافيه انا في تفكير ساعتها انا كنت بتكلم ده 98 99 كان انا عند 23 سنة التفكير لسه الشبابية والعنجهية لا لا طبيعي والكلام ده جبت سنتها 13 هدف في الدوري وتلاتة في الكاس في السنة دي السنة دي طلعت من افضل خمس لعيبة في مصر خلا بقلك انت بلده مش راس حربة صريحة يعني يعني مش لما عيشت في الدور ناس افتكرتني شوي فلما جولي بعديها لما خدت السنة دي منافسة اقوى يعني ايه لما عيشت في الدور انا عيشت في الدور بقى لازم الناس تفتكرني في التوقيت ده مهيب الجندي المجهول الجوكر المقاتل رحت انت مدي التصريح ده بقى ايه قلتلهم انا احسن يعني بصولي بالزبط فرديت التصريح دوت وبعدين جالي حظي حظي ان انا جالي مستر روت كرول مدرب المنتخب اللومبي وانا كنت بلعب معه فير ويد في المنتخب اللومبي فلما جي لعقبني فير ويد وربنا كرم بعد ما خلصت السنة قلتلهم مش انا قلتلكم ان احصل عيب كورو في مصر كملت عيش حين الدور لكن انا حقيقة دي مش جديد باعي خالص بس اللي هو دايما لما تقول حاجة حاول فيها يعني خلاص انت طلعت منك لأ حاولت اجتهد بقى وتثبت للناس ان ايه صح لأ عملت ايه بقى لما جبت جون التاني التالت بعد التصريح ايوة دوس 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 فهم انت فالحاجات دي بتعلم عاك مش بتعلم عاك لانك ساعات تغلط في الكلام والناس تاخد عليك ايه بس فيه نواية اوعى اوعى مش فيه نواية حلو اه انت ممكن تغلط بالكلام والناس تاخدها من يعني مثلا انا متأكد ان الحديث ده انت عم مش عارف ايه بس اللي هو ايه حتى لو غلطت في الكلام الخطأ في الكلام نيتك كان سليمة ان انا هكون احسن هكون من افضل هحاول اعمل احسن حابق ايه طلع بقى ده طلع ده شو والمين